ماذا نفعل إذا لم نزل لدوليب أثناء الهبوط؟ مثل كل الفيديوهات، هذا الفيديو معلومات عامة ترفيهية ليس للتدريب نفترض أننا قربنا على المطار وريدنا ننزل عجلات الطائرة كبسنا الكافسلة تحت وما صار شيء نرجع نعليها للفوق وننزل للنظام البديل تقريبا كل شيء بالطيارة له نظام بديل هذا المقبض اسمه Landing Gear Gravity Extension يجعلنا ننزل لدوليب عبر استغلال قوة جاذبية فوق عم فرجيكم صورة الطيارة من بره ومن تحت عم فرجيكم صورة الكمبيوتر من جوه نرفع المقبض ونبليش نبربهم مع دورة عقارب الساعة في كتير إجراءات أنا اختصرتها وعم فرجيكم الآلية بطريقة كتير مبسطة بعد أول لفة بيكون فصلنا نظام الهيدروليك عن نظام لدوليب تاني لفة بتفك القفل عن البواب طبع الطيارة بتخليهم ينزلوا بوزنهم في الحياة الواقعية بينزلوا أسرع بكتير من هيك ولكن في هاللعب الافتراضية ينزلوا كأنه الهيدروليك بعدهم متحكم فيهم من بعد ما نتأكد عبر شاشة الكمبيوتر انه البواب فتحه بالكامل منبرم آخر برمة يلي بتفك القفل عن الدوليب وبتخليهم يقعوا بقوة جاذبية كمان مرة تانية الدوليب مفوض يقعوا أسرع بكتير من هيك ولكن اللعب الافتراضية بعدها عم تنزلوا كأنه الهيدروليك متحكم فيهم وهون نحنا منطل للدوليب لينزلوا ويعلقوا بمحلهم عبر قلية الإقفال الموجودة هون اسمه داونلوك سترت ونحنا بغرفة القيادة منكون ناطرين الكمبيوتر ليأكد لنا أن الدوليب نزلوا بالمكان المناسب لما ننزل العجلات بهالطريقة بيبطل فينا نرجع نطلعهم من هيك فيه إجراءات واحتمالات كتير كتار مفروض نخدهم بعين الاعتبار ونحضرهم ترجمة نانسي قنقر